السلام عليكم هذه مو محاضرة ربما اعتبرها نوع من الدردشة او توسيع الافق بالنسبة للزملاء المقيمين لو انسألكوا هذا السؤال اطباء المقيمين شو هو التشخيص التفريقي لمريض ERDS لو شفتوا ارتشاحات نائدة الجهة على صورة الصدر مع نقص اكسجة فهل هي دائما ERDS هذه هو عنوان هاي المحاضرة او الدردشة خلينا اقول ما حيكون في معنوات كثير هي توطئة صراحة للمحاضرة القادمة اللي حتكون عن نفس الموضوع او قريب منه بداية هذا السلايد هو تحية للزملاء المتابعين بالمانيا جزء منيح من المتابعات بالايام الماضية كان عم يجي من اطباء المقيمين في المانيا معظمهم سوريين غالبا بتحب بتشكرهم اللي ما بيعرف هذه الصور هاي الصورة العلوية هي مبنى الرايخ الساق الصورة اللي على الاسفل واليمين هي بوابة براندنبرغ والجدار اللي شايفينه اكيد هو جدار برلين اللي ما موجود حاليا او ربما في اجزاء منه موجودة ليش عم نذكر برلين وشو علاقة برلين ب الاردس السلايد البعده حيورجي كون ديش طبعا اكيد الزملاء اللي بيشتغلوا باقسام العناية اللي عندهم اطلاع على موضوع الاردس بيعرفوا انه التعريف الحالي لمرضى الاردس هو تعريف برلين الاجتماع صار ببرلين عام 2011 وقرروا يعملوا التعريف الجديد اللي حدثوا فيه التعريف السابق اللي هو كان امريكان يوروبيا اظن اسمه اه كونسنسس هدا كان بالاربعة وتسعين كان وقته بيقول فيه اكيوت لانج انجيري وفي اردس ناو هلا تعريف جديد كله اردس حسب درجة نقص الاكسجة من ميزه اما مائلد او موديرت او سيفير اقل من 300 هو تعريف الاردس من 300 ل200 هو مائلد من 200 ل100 هو موديرت اقل من 100 وهو سيفير كلهم مع بيب او سباب اه الاقل خمسة هي كل اجزاء من تعريف الجديد ما كانت موجودة سابقا اه الربما بتقرأ التفاصيل الفكرة انه هذا هو تعريف الاردس نقص اكسجة مع ارشاحات ثنائية الجهة ما نمفسرة باسباب اخرى فرض حمل يعني كارتوجينيك اه بدموع اديما او فلود اوبرلود اه هل فعلا كلما شفنا بايلتر انفلتراشن مع هايبوكسيميا فهو حالة اير دي ايس هذه المحاضرة هي للتوسيع الافوق انه في عندي ديفرينشيل دياجنوز لمرضل اير دي ايس انا اه اه فتحت الابتو ديت طبعا حاولت اني بس اقرأهم بشكل سريع واستعرضت بعض الصور مع الزملاء صور الصدر ميزة هذا التقسيم ميزة تعريف بيرلين بيرلين انه اه بيح ممكن حسب درجة الاذية حسب درجة الاصابة انا وجهي العلاج بالحالات الخفيفة انا بلجأ للن انفيزيف حالات المتوسطة للشديدة انا بلجأ ممكن للنيورو ماسكو بلوكيد للخاء العضلي للبرون بوزيشن طبعا هذا الكلام كله كان قبل كان عام 2011 هذا الجدول اه الالفين وثلاث عش اظهرت الدراسة تبع هاي فريقونسي انه هارمفول انه مؤذي اذا استخدامنا روتينيا عند المرضى مرضى الريار دي اس استخدام الباكر يبقى الاستخدام الريسكو اللي هو الانقاذي بحالات نقص الاكسجي ما حدا بيعرف اذا كان فعلا هاي فريقونسي بي سي او بيحسن ما في حدا بيقدر يقول اي او لا اه الايكمو طبعا بالسيبير يار دي اس كما في دراسة عليه الفكرة انه هذا هو الجدول اللي بيخلينا من خلال نقص الاكسجي نعرف كيف نوجه العلاج تبع مرضانا مرة ثانية شو هو الديفرينشل دي اغنوس لمرضى الاي ار دي اس اللي هن الارتشاحات رؤية ثنائية الجهة مع نقص اكسجي اول شغلة ذات رئة القلبية المنشأ البايلترال نيمونيا هي ذات رئة ثنائية الجهة طبعا الابتوديت ذاكرها رغم انه صعب التفريق حسب كلامه نفس الابتوديت كاتب هاد المعلومة انك تفرق بين ار دي اس انديوس باي بايلترال نيمونيا بس بايلترال نيمونيا ويدا ار دي اس بس نذكر رئي فى حبيت خليها متل ما هي الديفيوز اغلوهيموريج اطباء المفاصل زملائنا بيعرفوا هادا التشخيص بدقة هادا التشخيص هادا التشخيص له علاج بخينك طاعة استيرويد اطباء العناية طبعا اكيد اه اه ام فولد بالحالة بيكونوا لانهم مريض غالبا بيكونوا على المنفسة اه بتعطي استيرويد بلس بجراعات عالية وان جرام او خمسمائة ميلي جرام بتعطيها خمسة ايام او ثلاثة ايام حسب البروتوكول المتبع وبيتحسنوا هدول المرضى فهنن ما هنن نفس ال ار دي اس تماما بش وهو بس مو نفس المرض حتى الاصابة لاحظوا انه هي اصابة اه شو اسمه نزف بالاسناخ ما هو دامج للاسناخ اه الاكيوت ايزونفيريك نيمونيا ذات الرئاب الحميضات الحادة ذات التهابات الاوعية الرئوية اللي هي متل واقنر وغيره متل واقنر شرك شراوس والانتي جي بي ام اللي هو جود باستور كله ممكن ينظاهروا بارتشاحات ثنائية الجيهة الاكيوت انتلسيشل نيمونيتس هي ذات الالتهابات الرئة الخلالية الحادة التفاقمات الحادة للآي بي ايف اللي هي التليف رئة مجهول السبب الاكيوت فايبرينوس ارغانايزينج نيمونيا صراحة ما كتير شاطر اللي حتى اميز هات الماردرب ومأطبة الصدرية يعرفوا اكتر مني الاصابات السرطان المنتشر مو المنتشر هي النقائل لا لسه في الكارسينماتوسس اللي هي ام بيصير بيعطيك صورة تماما شبيهة بالير دي اس انا شايف على الاقل حالة مريضة شابة جاي بارتشاحات ثنائية الجيهة ونقص اكساجي ان تنببت لاحقا نعمل لها خزعة نعمل لها خزعة طلعت ساركو ما بذكرها بالضبط لهي المريضة معظم الصور اللي اخذها اخذها من راديو بيديا موقع راديو بيديا موقع جيد لالاشعة صراحة الصور في الها ميزات عن بعضها بيعرفها الاطباء اللي بيقرؤوا الصدر مني اطباء العناية واطباء الصدر واطباء الأشعة طبعا عموما بس انا عم احط التشخيص التفريقي واحيانا كتير بيكون صعب حتى تفرق انه هذا كاردوجينيك بيديما الون ولا اي ار دي اس معها ولا اثنين مع بعضهم احيانا منضطر ان اعالج كل المرضى او نفس المريض بالمدرات وعلاجات ال ار دي اس نفسها هاي مثلا صورة صدر عند مريض عنده وزمة رئة غير قلبية المنشاة اسمها الننكاردوجينيك ولهون مثلا بيها الحالي نيوروجينيك بالمهائديما وهي سببها عصبي ارتفاع الائيسابي الملحاد ارتفاع الضغط داخل الدماغ بيعمل بآلية معينة ما ادخل بها التفاصيل بس بيعمل ارتشاحات هنا ائدة جهة على صورة الصدر هاي مثلا صورة الصدر عند مريض نزف سانخي منتشر ارتشاحات هنا ائدة جهة على صورة الصدر مع نقص اكساجه هاي الصورة مثلا مريض البلموناري البروتينيوزيز اللي هي دائل صراحة ترجمته صعب ترجمه البروتينيوزيز السنخي الرئوي عبارة عن تراكم مادة بروتينية ويكون هدول مرضى مزمنين عادة ما هنالأكيوت بس جزء من التشخيص التفيقي ربما فكر فيه أحيانا بيجيب حالات أكيوت هدول فهل وجود هالارتشاحات معنى أصل الأكسجي بيقول ERDS لا هذا مو ERDS هذا مرض تاني هذه الصورة مثلا اتشاحات هنا يتجيها إلى نمط معين ممكن طبيب الأشعة يقرأها بشكل مختلف عن قراءة طبيب العناية أو طبيب الصدرية التشخيص عند هذا الميد هو أكيوت إيزينوفيك نيمونيا اللي هي ذات رئة الحادة بالحميضات أو ذات رئة بالحميضات حادة هذه حالة ذات رئة خلالية حادة أكيوت انتلسيشيال نيمونايتس ما أظني أخذتها موقع تاني غير الراديو بيديا كمان رح تشوفوا ارتشاحات هناية الجهة مع نقص أكسجي عند المريض طبعا نقص الأكسجي بتلاقيه على المونيتور هذه الحالة مثلا كيس ريبورت دائري أخلالي مرافق لجورغرين سيندروم رح تشوفوا على صورة الصدر ارتشاحات هناية الجهة وسريريا ما يدي عنده نقص أكسجي هذا التشخيص ما مر عليه من قبل صراحة نعرف الورغنازيك نيمونيا اللي كان اسمه كوب أو بوب من سابق بس مع أكويت فايبرونوس ما عندي فكرة شمعات هذا الكلام بس إذا بتشوفوا صورة الصدر في عندي ارتشاحات ثنائية الجهة وسريريا سيكون في نقص أكسجي هذه الحالة ليمونجايتس كارسينيماتوسيس انتشار للسرطان عبر الأوعية اللنفاوية بيعطي صورة ERDS ربما إلو شوية تميزات بصورة الصدر بس أنا على الأقل من ما قلت في أحد بالسلايد الأول شايف مريضة شابة شخصتانها كساركومة لاحقاً كان عندها صورة ERDS وصفية بس بمع الخزعة تبين انه هذه ساركومة مثل ما شايفين هذا المريض عنده ارتشاحات ثنائية الجهة حسب على زمة الراديوبيديا هاته عنده ERDS هنصدقهم بس إذا بتلاحظوا ربما لو عطيتكم صور كلها جميعاً بدون ما أعطيكم التشخيص جزء كبير منكم حيقول عند هدول المرضى ERDS ربما طبيبي الأشعة يكون له رأيي ثاني بس أظن الأغلب حيقول لك أنه ارتشاحات ثنائية الجهة نقص أكسجي فهو ERDS رغم أنه كل مريض من هدول المرضى السابقين له عنده مرضه الخاص وإله ميزات مختلفة نوعاً ما تقريباً عن ال ERDS اللي بنعرفه اللي هو الحكينا عنه كثير هنشوف لاحقاً شو هي الفروقات اللي بتخلينا ليش نحاول نعمل هذا التشخيص التفريقي صراحة هاي المحاضرة هي توطئة أو هاي الدردشة هي توطئة للحديث عن كوبيد ناينتين عن مرض الكورونا لما بيصيب الرئة هل بيعمل ERDS حقيقةً مثل ال ERDS اللي بنعرفه ولا بيعمل شي تاني هذا هو اللي حيكون موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله هاي صورة تانية لمريض كمان مشخص كوبيد لاحظوا الارتشاحات الثنائية تلجيها هاي ببداية الإصابة وهاي بعد عدة أيام من الإصابة لاحظوا كيف تطورت الإصابة عند نفس المريض الفكرة اللي بدي خليها ببالكم إنه هدول المرضى كلهم لو كانوا على جهاز تنفذ صناعي فلازم نحط low tidal volume لألهن ما بيصير أعملهم high tidal volume السبب بإني أنا ما بدي أعمل أذية إضافية عن الأذية الموجودة أصلاً عندهم بغض النظر عن سبب الإصابة بس الخلاف رح يكون مختلف بيناتهم حقيقةً هو lung recruitability مو نفس ال recruitability موجودة عند جميع هدول المرضى مرضى ERDS عموماً خاصة بالمراحل الأولى من الإصابة لما ما بيكون في تليف يكون في عندهم قابلية للتجنيد قابلية لفتح الأسناخ الحالات المتقدمة لل ERDS أظن حكيناها بمحاضرات ERDS من كنا ترجاعوا لها بالتفصيل ومعظم هدول المرضى السابقين شفتناهم الرئة طبعاً ما بتكون قابلة للتجنيد ليش عم نقول هذا الكلام؟ لأنه بناءً على هذا التعريف بناءً على هذه الخاصية أنه ما هي recruitable جزء كبير من علاجاتنا اللي نحكي فيها بال typical ERDS بمرضى ERDS النموذجي مثل high beep مثل prompt position مثل recruitment maneuver مثلاً جزء كبير من هاي علاجات ربما ما بيكون مفيد عند المرضى اللي ربما يكون ضارعة فكرة مو بس ما نمفيد إذا كانت الرئة مانها recruitable مثلاً هذا مثال على هذا الطبق يمحور إلى مريض صورة صدر بالأعلى واليسار الرئة تقريباً مسكرة ما في تهوية كلا كولابس البولاي على بيب أو 5 رفعنا البيب إلى 45 صار عندي recruitment بموظم أجزاء الرئة شوفوا التهوية كيف تحسنت بينما الجزء السفلي من الرئة ما كان في فرق بين الصورتين بالبيب الخمسة وبيب 45 وبالتالي تحت الجزء التحتاني ما هو recruitable بينما الجزء الفؤاني أو الصورة الفؤاني كانت recruitable أتمنى يكونوا استمتعتوا بهذه الدردشة اللطيفة ما فيها معلومات كتير ربما هي بس توسيع أفق أنه نحن مو كل مرضى الارتشاحات نائية الجهة مع نقص اكسجي ماكل بتطبق معايير ERDS ممكن إن شاء الله بمحاضرة لاحقة نحكي عن الكوبيد بالذات رح حاول غطي هذا الموضوع وأتمنى إن شاء الله يكون صار عندنا المعلومات الكافية لهذه المرض لنفهم بالضبط شو عم يصير ترجمة نانسي قنقر